السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم جميل لكم سابلي بالجلجلان بما أنه ورانا هذه الأيام مرامح يجوزوا ولدتنا إن شاء الله الباك نتمنى النجاح لكل واحد يجوز الباك خصوصا بالآخة سحنان بنت خويا وكذلك ولد لوسي عبد الرحمن إذا مباشرة قبل ما نروح فقط للوصفة دعمنا الآن لأول مرة يزور قناتي يشترك في القناة ويضغط على زر لايك إذا نروح مباشرة نحتاج مارغارين 250 قرام إذا كنا نحتاج كاز زيت مغرف صغيرة لافاني رشة الملح تحبات بيض نحتاجها في العجينة وبيضة نحتاجها كينطلو العجين سكر غلاسي كأس مملو كأس مايزينا فارينا وكيس خميرة للحلويات إذا نوضعه للمارغارين في الإناء 250 قرام نضيفه لها كأس زيت كذلك كأس كورغلاسي ملعقة صغيرة لافاني ورشة الملح ونستعمله هنا الباتور باش ندخله ندمجه كامل مكونا قلت هذه حلوة بسيطة سهلة والبنة بنينة ما شاء الله وكمية كبيرة يعني تقطع تقريب من التوصل حتى 35 حبة سابلي بالجلجلان الحلوة هذه ما شاء الله قلت لكم يعني سواء ندوها في يدنا ولا القهوة أنتم أحاروش حبتوه لكن الوصفة قلتكم رائعة نتمنى أنكم تجربوا الوصفة هذه وترجعوا لي في التعليقاتكم أو في الانستغرام الموجود في صندوق الوصف إذن هنا حنندمج المارغارين بالزيت بسكورغلاسي بعضهم بعض باش نبدأ نضيف البيض إذن هاي البيضة الأولى إذن هنزيد البيضة الثانية إذن تبقى النا البيضة الآخرة قلنا نضيفه هاي ما نضيفه مش دفعة وحدة باش يندمجنا الخريط ويوليه كريمي إذن هنضيف البيضة الآخرة للثالثة إذن نضرب ندمجه لكل شيء بعض وبعض وبعض ذلك هنوقف الباتور ونستعمل الملعقة يعني باش نكملون الخليط إذن هكتشوفوا هنا ولان شكل كريمي دليل انه هنا راكو يعني راكو ناجحين في العملية بتاعكم إذن هنا راح نوقف الباتور إذن نبدأ نزيد أول حاجة لما يزينا كاس ما يزينا كاس ما يزينا هذا نكونو غربلناها مقبل كاس ما يزينا نكونو غربلناها مقبل نزيدو الفارينا وكيس خميرت الحلويات إذن نضيف وقلت الفارينا حتى تنطمنا وتولي عجينة السابلي يعني طرييا ما تكونش تخلوش تحتتي بس لكم كامل تكون مليحة إذن ونضيف كاس خميرة كاس خميرة للمبتدئة من الأحسن أنها يجوزها في صفايا أنا هنا راهي جديدة شيتها جديدة على هذيك اللي محتشت يعني صفايا لكن المبتدئة من الأحسن أنها تجوزها في صفايا إذا نبدأ نجمع الخليط حتى نتحصلوا على عجينة السابلي إذا بهذا الشكل أنا هنا سنوقف الملعقة ونبدأ نستعمل يدي حتى نوجد أن نشوف العجينة خلاص أن راهي قسمة نفتحها بالحلال إذا أنتم أخذوا وقتكم كامل وحاولوا أنكم تجمعوا العجينة حتى تلقوها أن رجعت عجينة طرية إذا ما نديروها شيتها خلاص بحك تجينة في الفتح الجينة صعيبة لكي نفتحها أنا راهي شدت روحها خلاص هنشوفوا شكلتها كيفاش جانا ما تلسقش في الهدين وطرية ما زالت إذا هنا نجيبوا كيس تاعنا عندي تاع الخبز إذا ننفرشوا كيس تاع الخبز ونحاولوا نأخذوا جزء من العجينة ونحلوه بالرولوب كما كنت شاهدوا يكون رقيق كما نفتحوا لي سابلي كما كنت شاهدوا إذا نحلوه بالعقل هنالفائدة من الكيس هذا البلاستيكي باش كين نرفضوا الحبة ما تعييناش ما تكسرنا ما تجينا صعيبة باش ننرفضوها هتشوفوا أن سهولة يعني سهلة كين نستعملوا الكيس البلاستيكي أنا عندنا الطواب هنا عندي تاع القلب عندي دائري عندي الموربان عندهم مثلث استعملوا مثلث أنا قلت لكم هنالطوابين يعجبوكم استعملوهم إذا كنت شوفوا أن شتوش حيسة هنا مباشرة غير منقطحها نرفضها بسهولة حنزيد مثلنا تعالي القلب هنا يا شوفوا أن ما يشكامل صعوباك شوفوا ترفديها بسهولة ما كشكامل صعوبة هاي دائرة أخرى يعني نعطيكم الأشكال وحتشوفوا هاي الفائدة من استعمال الكيس بلاستيكي يعني الحلوات جينا سهلة ما فيهاش كامل صعوبة مباشرة نرفضها نروحطها في الكيس بلاستيكي بكل سهولة إذا أنا هناليا راح نكمل العجن كله وبعك حنوري لكم كيفاش نكمل يعني العمل الثاني إذن نحن نملأ البلا كله هنا بعد ما ملأت البلا إذن عندي هنا حبة بيض قطكم الرابعة هذيك نزيد له شوية كاكاو وشوية حليب ونحاول ندمج الخالط هذا اللي راكوا تشوفوا فيه باش تعطينا الشكل أن اللون من الفوق ونضع الصابلي بالجنجل يجعلون اللون شباب والزخرافة بانك نديرها إذن حبة البيض هذه مع شوية حليب كما راكوا تشاهدوا واحد الملعقة صغيرة مملوئة كاكاو إذن كفاتني باش نطلي الصابلي كله إذن هنا يا إذن بعد ما ضربت الخالط نبدأ نطلي من الفوق إذن نطلي الصابلي بتاعنا كله وبعد نحكمه آآ شوكة ونبدأ ونديره خطوط من الفوق إذا بهذا الشكل ثم كامل آآ نطلوها كامل بعد ما بدأوا تديره الخطوط تكون نشفت شوية وتعطيكم الشكل اللي تحبوه إذن أنا نحن نعطي فقط خطوط من الفوق إذن نكمل كامل نحطها في الفرن مية وثمانين درجة يكون سخون يحمرنا من الأسفل ويعطينا اللون الفوق ناشف حق ذاك بهذا الشكل هاو الشكل الآن الشكل جميل ما شاء الله كما راكوا تشاهدوه إحنا ندو شوية كونفيتور هنا تعال مشماش نسقوهم بعضهم بعض نشدوه ونمسحو الجواني بالكونفيتور هذا وبعند نرمدهم في الجلجنان يكون الجلجنان غسلته وحمصته في المقلة إذن بهذا الشكل كما راكوا تشاهدو بهذا الشكل إذن الجلجنان هنا حمصته في غسلته وحمصته في المقلة ونبدأ نكمل نكمل مع الحبات كلها تاع السابلي هنا ملاحظة فقط لي أن ما عندوش يعني الجلجلان يقدر يعوضوا بنواة كوكو إذن هنا ملاحظة قلت لي ما عندوش الجلجلان أن يقدر يعوضوا بنواة كوكو ويدير الحلواء هذه الحلواء هذه للكمية الله يبارك ما شاء الله قلت لكم تفوت خمسة وثلاثين حبا والشكل تاحها جميل يعني يناسب الخرجة ولا أي شيء ولا القهوة تعالى العشية ولا تعصبح شوفوا ما شاء الله الشكل تاعه جميل حلوة كما كتشفوها من الداخل شوفوا جي طرية ما شاء الله الذوق روعة إذن نتمنى في الآخر أنكم تجربوا الحلواء هذه الحلواء قلت لكم بسيطة وسهلة واقتصادية ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه